انسى مع المنتخبات وخش بينا على فاركو وخش بينا على باتشو النهاردة ورؤيتك وتوقعاتك وكمان رؤيتك مبدئيا للمشوارة نتقطع حتى هذه اللحظة مع النادي الاهلي في النسخة دي من الدولة موص النادي الاهلي احسن صفقة عملها هي مش صفقة لاعب هي صفقة اراحة اللاعبين قبل كولر كمان اراحة اللاعبين من الموسم اللي فات لان اللاعبة كان عندها حلم من الاجهاد غير طبيعية كان عندك كم اصابات غير طبيعية السلية وحمد فتح لا هو الفريق كله كان مش معانا تقريبا كل الفريق اللاعبة خلاص اوة تفمود لازم انت ترجحهم وتريحهم فترة عشان يقدروا ان هما يستعدوا نشاطهم وحيوتهم زي اللاعبة في اوروبا يعني لازم يريحهم فترة الصيف عشان يقدر يرجع اللاعب مرة تانية فالحقق دي اهم صفقة عملها النادي الاهلي هو يا راحت اللاعبين النقطة التانية طبعا انت جبت مرسل كرة من بداية الموسم وبالتالي هو حضر فترة الاعداد مع اللاعبين قدر يحط ايده على نقاط القوة والضعف يحدد احتياجاته فدي كانت مهمة جدا ان انت تحدد تحدد مدير فاني من بداية الموسم ويحضر فترة الاعداد ما يجيش مع بداية الموسم او منتصف موسم او فترة حارجة النقطة التالتة كولر فعلا حط ايده على نقاط قوة في النادي الاهلي ووضح جدا فرق بتاع الراحة وفرق اعداد كولر في البداية في اداء النادي الاهلي مع بداية الموسم حصل دروب الفترة اللي فاتت في الاداء والشكل بفوز اتنين واحد بالعافية في برات طلع الجيش ولكن بعد كده في مباراة فيوتشر رغم ان المباراة كانت في المتناول جدا انت فيوتشر كان بالعافية العدد والاهلي كان يقدر ان هو يخلص المباراة من بادري باكتر من هدف ولكن حصل حالة تراخي غريبة جدا وفي انها كمان ما وفقش مجد افشا في تسديد الضربة الاخيرة فانا اظن ان كولر كمان كان الميزة فيه انه حتى والنادي الاهلي بيفوز كان دايما بيقولك انه لا فيه مشاكل فنية ما اطلعش بتانتي بكذا مرة قلتني التفصيل للي ببداية فالتصريحات بتاعته بصراحة تأخذ لي جدا فكرة هنا انه الراجل عنده شفافية ما عندهش بقى طالع اصليحنا بقى زلامنا اصليحنا مش عارف تعليق الاخطاء على شماعة الغير دي احنا زئنا منها فاحنا دايما ويمكن برضو على فكرة اللي كان كده بصراحة موسيماني موسيماني برضو كان فيه شفافية يا كريم احنا كذا مرة عرضنا تصريحات لي عمره ما كان بيتكلم ان لا الراجل كان عنده شفافية ما اهلي بيقصر بيقول اتكلم كذا مرة في الفينيش اللي بالمناسبة لحد دلوقتي عندنا مشكلة في الفينيش هو ايه القصة يعني مارسل قولر على فكرة بدير فني اجمع كل تقريبا تقريبا الجماهير الاهلوية ان هو متميز جدا بس استيل عندنا ازمة النهاية الفينيش بتاعنا يعني احنا بنضيع مننا فرص عظيمة ليه بقى لانه لازم يشتغل على انهاء الهجمات مع الفرود ولازم يثبت على فرود واحد من السلاسي شريف وشاري حسين وحسام حسين اه روتيشن هيبقى مطلوب في وقت من الاوقات زي ما النهاردة مثلا غايب عنك شاري حسين فهتبدأ بالشريف او حسام حسين ولكن محتاج ان انت تشتغل مع الفرود على انهاء الهجمات محتاج ان انت تشتغل على تاكتك معين ازاي انه انه عندي مهاجم رقم 9 انا لازم اشتغل عليه انا هشتغل عليه ازاي يعني النهاردة شاري حسين ستايله مختلف عن ستايل شريف مختلف عن ستايل حسام حسين حسام حسين سترايكر رقم 9 هو عايز عرضيات وعايز حد يخدم عليه شاري حسين شوية ممكن ينزل لتحت شريف ممكن يتحرك اكتر على 18 ويديم ساحات للطرفين انه هم يضموا الجوة ويشتغلوا في القلب زي مثلا ادي فرصة لبرونسافي او الشحات او عبد قادر انه شغل فهو محتاج يشتغل على الفرود اكتر وانهاء الهجمات اظن ان دي جزئية فنية هتبقى مهمة جدا وهيبقى ضغطة على كولر انه يشتغل عليه قبل كاس العام لان دي كمان لان الناد الاهل اكيد هيقابل مستوى مختلف على المستوى اللي قابله في الدوري المصري حدوثة ثانية خار احنا اللي عايزين نتكلم في ده بالتفصيل بقى تأكيد وبعدين كمان عندنا دلوقتي الدوري المصري احنا في كان فيه ثلاث مبارات للاهل يوم 21 25 29 فلازم الكلام من دلوقتي بقى انت هتعمل ايه في المتشاط دي يعني لانه اكيد لازم مبارات ترحل هترحل مجيش تقولي في الاخر انت هتضغطني وتلعب كل ثلاث تيام لانه انا هترجع للكلنا عليها هترجع لنفس المشكلة هل عمل وديات قال برضو يعني هجهز نفسي ازاي كفريد مش محتاجين خاص فرق أو اسطموسم وانت هريد تلعب مبارات دوري ومبارات قوية ولكن محتاج ان انت تريح قبلها باسبوع علشان تقدر انت تتحضر اللعيد ولو احنا اتكلمنا ان فيه ماتش يوم 29 يبقى كده الفارق قد ايه تقريبا ده ده الاهل يلعب اول فبراير كمان فارق تلت تيام تلت تيام صحيح فلازم مبارات 29 تلطاعة لكي ما يكونش موجود هو كان عمار حسين رسل جيتم اسوقات كانت تكلم انه الدوري اكيد مش هيخلص في الوقت اللي تم تحديده سابقا في شهر ستة اللي تكلموا فيه وده اللي احنا بنتكلم فيه بقى الناسين طويلة